مش قوي يعني بس بيعود الهرمون الملكم ما بنيمش قوي يعني ناس ساعات تفكر ان هو منوم لا هو بيزبط الساعة البيولوجية هو تراكمي شوية اه بالزبط كده انا ما تخديش مساء حباية كده وتنتظري انك بعد ساعة هتخش في النوم وعشبة الفاليريان مثلا او الاشواجان ده في ناس بيرتاحوا عليها او الينسون مثلا حتى اقول اه في ناس بيرتاحوا علي كباية لبن ساعات الناس ياخد كباية لبن فيرتاحوا فهم حطوا بقى ايه يعني زي كتالوج كده علشان نزبط النوم لانه بالمناسبة بقى يعني قبل ما ادخل في الكتالوج لقوا انه له علاقة بارتفاع ضغط الدم يعني عندنا اكبر نسبة من اللي عندهم بارتفاع ضغط الدم اللي يعني نقول انه هو ده مش معروف سببه فاللي مش معروف سببه ده له انه له علاقة كبيرة جدا بالاضطرابات النوم بالذات قلة النوم العامية ومدام ضغط الدم يبقى ندخل في تصلب الشرائي ومدام ندخل في تصلب الشرائي ده قدام بي ندخل في السكتات الدماغية والقلبي والجلطات الدماغية والقلبي لقوا كمان انه قلة النوم العميق له علاقة بجهاز المناعة بيضع في جهاز المناعة طب ضعف جهاز المناعة يبقى الجسم عنده الاستعداد للتهابات كتيرة في كل اجزاء الجسم وكل التهاب هيعمل حاجة التهاب في المعدة هيعمل مش عارف ايه قرحة التهاب في المخ يعمل والاكتهاب طبعا ده اساسي كده كده التهاب في الكبد التهاب في الكلة التهاب في اي حتة فتلاقي الجسم كله ملتق ساعات يعمل الفايبروميالجيا للناس كتير بتشتكي منها فلاقوا انه جهاز المناعة ده لما بيضطارب من قلة النوم هيعمل لنا مئة مرض ومن ضمنها السرطانات يعني حتى السرطانات لها علاقة من ضمنها مرض السكر فيكاد يكون قلة النوم وإيه الأمراض النفسية يا دكتور الأمراض النفسية القلق والاكتئاب على وجه الخصوص دول بيزيدوا قوي قوي مع اضطرابات النوم وكمان ألزهايمر بقى يبطي يظهر بدري الزهايمر ممكن يظهر بدري وحتى لو ما جالوش ألزهايمر بيبقى عنده الزاكرة صعبة جدا والتفكير كمان صعب دكتور انا عرف ناس تبقى لابسة ندارة بتدور عليها في البيت ده وإحنا صغارين أنا أسفل الجمهور يعني الأسئلة كتير جدا وفي حد بيسأل على ابنها ست سنين وما بينامش كويس يعني دور ده ممكن يصب حاجة ولا بتبقى مشاكل جسدية أكتر ده مشكلة أكتر مغس حاجة لأنه في السن الصغير ده محتاج ساعات أطول يعني الست سنين ده التمن ساعات لا 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 بتعشر ساعات عشر ساعات الاطفال بقى هنا عندهم مشكلة أنه الوسائل التسليل الحديثة يعني هتلاقيه بقى الست سنين ده بيقعد على الموبايل وبيقعد على الآيباد وعلى البليستيشن ففي مئة حاجة عايز يقعد ويتفرج عليها ويتابعها فمستخسرينها بعدين كمان الأسرة ساعات تكون هي كمان بتصهر فهما بيصهروا وهو شايف الدنيا من وراء وبابا وماما قاعدين بيوتنا بعضك من الآيباد الوغدين في حضننا في السريل أو الموبايل أو كده بزبط كده فالسن الصغير هي بأخطر لأنه محتاج نوم أكتر والحطة الخطيرة اللي حقيقة كنت قلتها قبل ما ندخل الهرمون النمو هرمون النمو بيفرز أثناء النوم فلو النوم قليل بيفرز الهرمون ده بدرجة أقل وفيه لاس يبقى فيه قسر قامة بقى أو حاجات كده ها ممكن يبقى قسر قامة أو الجسم حجمه أقل من المعتاد أو من الطبيعي فالسن الصغير أخطر عشان كده لازم نقول للأسرة فكرة خش سريرك بدري دي ما يخشش لوحده سيخشوا البيت كله صاحي ومصحل كده صاحي خلاص سأنا مساعدتوش عن النور هتليه رمي ودن مع الناس اللي بردها طول الوقت بزبط كده تتقفل الشاشات كلها ويتطفل النور والنام كويس أنا كنت عايز بس أقوله على الكتالوج قبل ما الوقت ايه الكتالوج بقى مهم لنوم صحي وسليم نوم صحي عشان يكفيه أخر الأمراض النفسية أول حاجة تثبيت مواعيد النوم قادر الإمكان حتى يقول لي ما السنة في عنده شغل سعد